السلام عليكم ورحمة الله اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد كانت منا تكونوا بخير وعلى خير فليوم جيت لكم فكرة جديدة فغدي نخدم معكم هاد الجدارية لعجبتكم فكرة اخليكم معي لنهاية الفيديو ففي البداية كنحاول انني نخدم جميع الخطوط اللي عندي فرشما ديالي باش ما نغلطش فانا حاولت انني نخدم جميع الدوائر اللي عندي فرشما ديالي بالبركار باش يجيوني مقدينهم فينين مزيان فكنحاول نخدم بالنسبة لكل دائرة من الدوائر ديالي بحيث انه كما لحتوا في البداية السمك عندهم يعني سمك عريض شي شوية فكنحاول انني نخدم جوج خطوط بالنسبة لكل دائرة خط من الداخل وخط من الخارج باش هكا مني كان نكون كنعمر بالصباغة كي يجيونين فينين مزيان وصفيك نحاول نكمل جميع الدوائر اللي عندي فرشما ديالي انا الى لاحظته فخدمت فقط بالتباشير لانه صراحة كيعجبني نخدم به كنفضل انه نخدم بالتباشير على انه نخدم بقلم حبر او لا قلم رصاص لانه الى كان اللون اللي غادي نستعمل بالنسبة للجدارية ديالي الوان من فايلة كنت غادي نستعمل الوان فاتيحة فكيبقى اللون دي القلم الرصاص وقلم الحبر بينين من الالوان ديالي فانا فضلت هنا خدمت بالتباشير فقط وايضا انا كنخدم كما لاحظته في مكتب يعني الداخل فما غاديش تكون شتاء او لا شي حاجة باش غادي تحيد للتباشير ديالي فانا بالنسبة لي هنا يخدمت فقط بالتباشير وصفيك نحاول نكمل جميع الدوائر اللي عندي فرشما ديالي للأسف ما كيبانوش الخطوط مزيان وبالنسبة للخطوط الأخرى فكنحاول اناني نرسمها فقط باليد كما كتلاحظو معايا بهذا الطريقة هادي كنحاول انتبع الرشما ديالي الخطوط اللي عندي فيها وكنخدم جميع الخطوط بهذا الشكل هذا كنتمنى يكونو كيبانوش شوية الخطوط ومن بعد كنبي دان كنخدم باستباغة ديالي فكنستعمل فرشات اللي هي عريضة باش هكا نستربي العمل ديالي وما نبقاش ما ياخد ليش وقت طويل بالنسبة لي لكانوا الخطوط ترقاقين فكنستعمل شتا اللي هي رقيقة وكنكمل بهذا الطريقة هادي كنعمر جميع الدوائر ديالي وجميع الخطوط اللي عندي فرشما ديالي حتى كنسلي كل الخطوط فاخليكم معايا لنهاية الفيديو فرشمو تيالي شكرا 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 واذي هي النتيجة من بعض مسالية جميع الخطوط لعندي فرشما ديالي فكنتمنى تعجبكم هذا الفكرة وإلى الفيديو الجاية ان شاء الله مع السلامة شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر